السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة كادليس مطبخ ام مروان اقتراح اليوم عبارة على ديسير ساهل ماهل بدون نشاة بدون جيلاتين و بمكونات جد جد بسيطة فما نطولش عليكم يلا هم عيا نشوفو المقادير و طريقة التحضير لهذا الوصفاء نحتاجو ميتين جرام ديال الفرامبواز سيوغ جولي ممكن تعودو بأي نوع من الفواكين سوج ديال الياغورت طبيعي قليل من البيستاش كونكاسي سوج معلقة صغار من السكر غلاسي معلقة كبيرة من الكاسوناد او السكر الاسمر و راس معلقة ديال سكر فاني اول حاجة غدا ندى بها غدا نطحن هاد الفرامبواز مع معلقة كبيرة من الكاسوناد سوج ديال الياغورت كل واحد غدا نزيد سكر فانيه في واحد الياغورت و كذلك سوج معلقة صغار ديال سكر غلاس و غدا نخلط العناصر كاملين و غدا نبدأ في المونتاج غدا نبدأ بالياغورت اللي نسمتو بالسكر فانيه و اللي استفيه السكر غلاس غدا نديرو كطبقة اولى المقادير كتبقى على حساب افراد الاسرة غدا نضيف الكولي دي فرامبواز كطبقة تانيه نبدأو دائما من الجناب باش يكون عندنا طبقات بينين و الدسر ديالنا يجي عطي العين غدا نضيف القليل من البيستاش كونكاسي اللي ممكن تعودوه باي نوع من الفواكه الجافة اللي انتو ما كتفضلو انا هنا يا استعملت كسان كبار ممكن استعملو كويسات صغار دك شي كيبقى على حساب الادواق ديالكم غدا نضيف طبقة تالتة ديال الياغورت طبيعي على هات الشكل هادا دائما نبدو بجناب كيفما كتلاحظو ديال سهل مهل ما يحتاج لانشا لجيلاتين وكيكون راقي كيفما كتلاحظو غدا نزيد طبقة اخرى ديال الكولي دي فرامبواز وغدا نزين بالبيستاش كونكاسي بالنسبة للفواكه ممكن استعملو اي نوع ديال فواكه انتو ما كتفضلو وحتل بالنسبة الياغورت حتى هو ممكن تبضلو وتغيرو فيه وتيكون هادا والشكل النهائي ديال الدسر ديالنا كانتمنى الفكرة ديال اليوم تكون نالت اعجابكم كانتمنى هالفيديو اللقاكم في احسن صحة وعافية يا رب ودمتم في رعاية الله وإلى اللقاء احكي يا دياليس